بإذن الله المتشات اللي ازاي دي بتعلمك أدي الطيارة المفروض بتقل خلاص بعثتنا وفريق النادي الأهلي في اتجاهها للمطار وإن شاء الله يوصلوا بإذن الله ده طبعا أكيد بيشوفوا بيتابع ردود الفعل على مواقع لتصلي ابتماعي بص برضو الحزن خلي بالك اللعيبة زعلانة بص كابتن أنا أفتكر أن المتشات اللي ازاي دي كانت بتحتاج اللعيبة الخبرة أن هي تحسمها من البداية دي وجهة نظر يعني بس أنت النهاردة خلاص يعني أنت في الفرح وفي الخسارة أو في التعادل حتى دايما متعود أنك بتقفل الصفحة وبتبدأ من أول وجديد وزي ما أنت قلت قلت كلمة برضو عجبتني جدا أن ده بقى خلاص بيخليك ايه تفوق يعني مبارزة بتاعت النهاردة دي أنت لسه في بداية المشوار خلاص فأنا أعتقد أنه هما من اللحظة اللي خلص فيها المتش هما يعني استوعبوا الدرس خلي بالك من لحظة المتش كمان ما انتهى وكمان يمكن قبل نهاية يعني فيه طبعا أنا عارف أنا حاسس باللعيبة دي أنا عشت في الأجواء دي وعارف اللعيبة دي كويس زعلانين اللعيبة زعلانة وخلي بالك الزعل ده وتساعد بيبقى إيجابي جدا أنك تترجم الزعل ده وتترجم أن آه أنت عارف أنك لعبت ومهم جدا اللعيبة عارفة أنها لعبة مباراة مش على المستوى المطلوب والجهاز الفني عارف أنه ما عملش الشكل اللي يتناسب مع هذه المباراة كل ديت بنطلع منها أن احنا ننطلق لقدام والغضب اللي على الوجوه دوت أنه لازم إن شاء الله في مباراة فيتا كلاب اللي حق كمان مفاجأة وفاز على المريخة 4 واحد أن كل ديت حول لإصرار وعزيمة وأن النادي الأهلي واللعيبته لازم تعرف أنك أي فرقة بتلعبها لازم الفرقة دي هتوصل لأعلى مستوياتها البدنية والزهنية فيعني بنقول آه سلدي تفويق كده واللي جاية إن شاء الله يعني يمكن حتى على طول مسماني هيألم برنامج الفريق في الفترة اللي جاية موعد طبعا عودته للتدريبات علشان أكيد المباراة المهمة في مباراة مهمة جدا بتنتظرنا كمان قدام طلاقة الجيش في الدور يوم الحد اللي جاي في الدور الممتاز فطبعا حاليا الأهلي عنده 21 نقطة من 9 مباريات بس طبعا عشان ظروف ارتباطاته بالمباريات العالمية لبر ودوري طبعا أبطال أفريقيا لكن أنت النهاردة في المركز التالت في جدوة للترتيب وزي ما حضراتكم عارفين في كذا ماتشو مؤجل للفرقة بسبب مشاركته في كاسة العالم للأنديا وبعدين ماتشو المريخ وسيمبا دلوقتي في البطولة الأفريقية فلسه المشوار طويل وزي ما احنا متعودين الفريق فيه قومه بسرعة يعني أنا متوقع دوت وإن شاء الله ده اللي هيحصل وهو ده اللي معودنا عليه فريق زي النادي الأهلي أنا استوعبت فكرة أنه الأهلي لما بيتعادل بيزعل لأن أنت الجمهور اللي عندك ده مش بيتقبل منك فكرة أن أنت يعني إيه أن أنت تتعادل فكرة أن أنت تتعادل برضو عند الجمهور صعبة اللي بالملايين ده الجمهور اللي بالملايين ده عارفة وحس بيه قرد لوقتي حس بيه يمكن إحنا طبيعي طبيعي يعني تفضل لا أنا بس بكلم على فكرة كمان لما دخلت القناة أكتر أنا مولودة أهلوية وبشجع الفريق طبعا يعني يعني الساعة ما تولدت يعني لأن لوقتي النغمة اللي بتطلع تقول لك إيه أصلا أنتو أنا يعني أنتو يعني أهلوية علشان بتشتغلوا في القناة لا 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 اللي حستت بس بيه أكتر لما بقى اشتغلت في القناة النادي الأهلي أنتو تحس بالإيه بالزعل بتاع الناس اللي قاعدة مستنية أنك بس تفرحها ومش عايزة منك أي حاجة تانية ده حقيقي يعني ده اللي حسيتك قوي هنا يعني يعني آه طبعا إحنا مقدمناش غير فوز النادي الأهلي ده قدر وأنك بتلعب على تلعب على بطولة تلعب على رقم واحد تكون أحسن أحسن بتلعب أحسن مباريات أحسن أداة أحسن نتيجة ده ده قدر النادي الأهلي وده اللي مستنى نادي الأهلي عشان أنت رقم واحد بطبيعي لكن كمان النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي أنا عارف كويس لما بتلاقي الأداء والناس بتموت نفسها في الملعب وبتدوس ولا قدر الله تعديلنا ممكن الأمور تتاخد بيهدوء شوية لكن في المباراة الأزدادية وبأكد تاني معاك يا سام وبأكد لجماهير النادي الأهلي يعني ما تضغطوش على لعبتنا قوي على مسماني أو بلاش الضغط عليه لأن دي مباراة دي يمكن المباراة التانية الهزيمة التانية في مشوار 28 مباراة على لغة الأرقام وخلينا نتكلم بكل أمانة بروفيشنال لغة الأرقام بتقول لا الراجل محق نتائج لغاية دلوقتي على أعلى مستوى جاب بطولات على أعلى مستوى 28 مباراة خسران فيها مباراتين منها مباراة أمام البايرن ما فيش شك إن ده ريكورد لمسماني فبلاش آه ننتقد مسماني التشكيل كان ده ينزل بدري شوية ده يخش بدري شوية كل ده نتكلم فيه لكن على مستوى إن شاء الله زي ما بقول لكم بإذن الله هذه المباراة تكون مباراة تفويق بتفوق فرقتنا إن المشوار لسه صعب وده انطلاقة بإذن الله للعشرة يا أهل